اشتركوا في القناة انظر الى البحر يا له من مشهد جميل يبعث على الهدوء والاسترخاء هل ليس كذلك؟ لا عجب ان كثيرين يفضلون قضاء العطلة على الشاطئ لكن مهلا ماذا عن الكائنات المرعبة التي تعيش فيه؟ اسماك القرش الاخطبوط قناديل البحر السامة وثعبان البحر كيف يجرؤ اي شخص على النزول في الماء؟ لحسن الحظ ان وحش كيرين كرون غير موجود وإلا ما كنت لتذهب للسباحات في البحر مجددا لكن ماذا لو كان هذا الوحش الاسطوري من التراث الشعبي الاسكتلندي حقيقيا؟ حسنا الاجابة باختصار سيغضو عالمنا مكانا مرعبا وسيرتفع سعر المأكولات البحرية واصل المشاهدة لتعرف كل التفاصيل المخيفة ولكن قبل ان نستكشف الوحوش والكائنات البحرية الغامضة ندعوك للاشتراك بالقناتنا وتفعيل الاشعارات كي لا تفوت ايا من الفيديوهات المثيرة والممتعة التي ننشرها يوميا على الجانب المشرق من الحياة خسنا لنعود الى الوحوش الجديرة بالظهور في الكوابيس اولا لنراجع بعض الاساسيات يصف التراث الشعبي الاسكتلندي وحش كيرين كرون او الصدر الرمادي كوحش بحري عملاق دون تحديد دقيق لطوله او وزنه انه وحش اسطوري كما نعرف لكن الاسطورة الغيلية القديمة تقول سبع اسماك رينجا تشبع سمكة سالمون وسبع اسماك سالمون تشبع فقمة وسبع فقمة تشبع حوتا وسبعة حيتان تشبع الكيرين كرون هل استوعبت ذلك؟ هذا الوحش يمكنه التهام سبعة حيتان كاملة ولكن مهلا هذا ليس اكثر ما يخيف بشأنه تخيل لو زار وحش كيرين كرون مطعمك المخصصة للمأكلات البحرية في زيارة واحدة فقط يمكنه التهام كل مخزونك من الطعام ليسبب افلاسك في نفس الليلة معظم الكائنات البحرية لا تتخفى عندما يتعلق الامر باظهار نفودها لكن الكيرين كرون يفضل مراوغة ضحاياه فقط تخيل ما يلي انت على متن قارب تستمتع بالصيد في يوم جميل تحت الشمس المشرقة والطيور تغرب وكنت موافقا للغاية في الصيد وجمعت حصيلة كبيرة من الاسماك ولكن في لحظة واحدة ودون سابق اندار تجد احدى هذه الاسماك التي تبدو طبيعية تتحول الى وحش عملاق حتى قبل ان تدرك ما يحدث يا اله انه ذلك الوحش اجل يستطيع الكيرين كرون ان يغير شكله وقت ما يشاء اتقد اننا سنحتاج الى القارب اكبر والان لنرى ما سيحدث اذا حولنا الاسطورة الى حقيقة ماذا لو كان وحش الكيرين كرون يسبح ويمرح في البحر اولا وقبل كل شيء وداعا لقضاء الاجازة على الشاطئ يعني من يجرؤ على الاقتراب من الماء في وجود شيء كهذا لن يفعل ذلك سوى شخص مهوس بالاثارة او شخص كانت امنيته الاخيرة قبل الموت ان ينزل البحر ثانيا وهو الاهم من ذلك سيكون هناك عدد قليل جدا من الصيادين ان وجد لنفس الاسباب وبالتالي لا صيادون يعني لا اسماك سيكون هذا الوضع صعبا للغاية بالنسبة الى دول مثل اليابان ونحن جميعا نعرف مدى حبهم للمأكولات البحرية وداعا للسوشي احصائيا يتناول الشخص العادي هناك اكثر من سبعين كيلو جراما من المأكولات البحرية سنويا ستتضرر اليابان بشدة جراء توقف صناعة الصيد كما تعلم ليس لديهم مساحة ارض كافية لانتاج الكمية المطلوبة من المحاصين يحتمل ان تلجأ بقية دول العالم بدورها الى التوسع في زراعة الخضروات واللحوم لتتمكن من اطعام سكانها وفي هذا الوقت ستتحول الاسماك بسرعة من وجبة عادية الى طعام للصفوة لا يمكن ان يحصل عليه سوى عدد قليل من المحظوظين شديد الثراء وهذا من الناحية الاقتصادية فحسب لكن البشر قادرون على مواجهة تحديات كهذه والتغلب عليها لذا من المرجح ان لا تستمر معضلة الصيد هذه لفترة طويلة بالنظر الى سرعة تطور التقانيات الجديدة المتقدمة لن تكون هناك مشكلة مع انتاج المزيد من قوارب الصيد الالية غير المأهولة للحصول على الاسماك التي نحتاج اليها دون المخاطرة بحياة البشر وعلاوة على ذلك يمكننا دائما العثور على طريقة لتغلب على هذا الوحش عند الضرورة اعتقد ان القبطان اهاب سيصعد بالمشاركة في مهمة كهذه فقط لو تخلى عن سعيه للانتقام من هذا الحوت الابيض موبي ديك اذا في جميع الاخوال سيسبب وخشو الكيرين كرون متاعب جمع ولكننا في النهاية سنسيطر على الوضع اليس كذلك؟ ولكن ماذا عن المخلوقات البحرية الوسطورية في الثقافات الاخرى؟ اعني هناك العديد من القصص الجيدة عنها اول ما يتبادر الى الذهن على الارجح هو الكراكن وان كنت لم تسمع به من قبل الكراكن هو وحش بحري شبيه باخطبوط عملاق يعتقد انه يعيش في المياه بالقرب من النرويج وغرينلاند ووفقا للتراث الشعبي الاسكندناخي فان الكراكن غالبا يهاجم السفنة او يسبح حولها ليشكل دوهمة ضخمة ليغرقها على ما يبدو فان الكراكن يحب مذاق لحم البشر مثل باقي الوحوش البحرية الاخرى تقول الاسطورة انه بامكانه التهام طاقم سفينة باكمله في قدمة واحدة قاتلة ان وجودك ضمن قائمة طعام احدهم امر غير مريح اطلاقا رغم غياب ادلة حقيقية على وجود الكراكن الا ان الناس كانوا يعتقدون بالفعل انه كان موجودا في مكان ما في انتظار ضحيته القادمة لكن ما انتضح كانت اسطورة هذا الوحش مستوحاة ببساطة من الحبار العملاق الذي يتراوح طوله بين 12 مترا و 15 متر اوه انا اخب واكل الحبار فرأيت لا وجود للكراكن مطلقا ليس هناك ما يثير الخوف ما لم تكن خائفا من ذلك الحبار العملاق ومع ذلك تلعب الاساطير دورا كبيرا في ثقفتنا وغالبا ستجد ان هذا المخلوق الاسطوري يظهر في الافلام مثل قراصنة الكاريبي والاعمال الادبية وبرامج التلفاز وحتى العاب الفيديو اذا كان الكراكن حقيقيا لن يختلف الوضع كثيرا عن كيرين كرون في نهاية المطاف كل الوحوش البحرية مخيفة بنفس القدم الا تعتقد ذلك؟ ام ان هناك وحشا معينا يخيفك اكثر من غيره؟ اخبرنا في التعليقات ادنى اما الان دعونا نبتعد عن الوحوش العملاقة ولنتحدث عن كائن جميل الى حد ما يمكنه ان يتحول الى كابوس في ثوان معدودة انها السيرانة قد تكون قرأت عن هذه الكائنات في الاساطير الاغريقية تقوم السيرانة باغواء البحارة بالغناء بصوتها العذب مما يؤدي لتحطم سفنهم على الشعاب المرجانية بالقرب من جزيرة السيرانات الصخرية وعقب ذلك كان البحارة يلاكون مصيرهم المشؤوم وفقا للأساطير الاغريقية السيرانة كائن نصفه طائر ونصفه امرأة وقد صورتها العمال الفنية كطائر له رأس امرأة جميلة ومع ذلك فقد وصفها بعض الشعراء لان لديها ارجل طائر فقط وانها تجيد العزفة على الالات الموسيقية وخاصة القيثارة وربما المزمارة ايضا ان يدري ومن المثير انه في البداية كانت هناك سيرانات ذكور واناث في التراث الاغريقي ولكن بمرور الوقت تلاشت صورة السيرانات الذكور الى ان اندثرت تماما في النهاية تزخر الاساطير الاغريقية القديمة بقصص عن الرجال الشجعان الذين تمكنوا من مقاومة اغواء اغاني السيرانة على سبيل المثال في قصيدة هوميرا الشهيراء الاوديسا امر اوديسيوس جميع الرجال على سفينته بسد اذانهم بالشمع لحجب صوت غناء السيرانات وهذا ما ادى لاختراع الاعواد القطنية لتنظيف الاذن من الشمع هلا كنت امزح فحسب ولكن ماذا لو افترضنا ان السيرانة موجودة بالفعل اليوم ما رأيك هل يمكن اعتبارها خطرا مثل الكيرين كرون او الكراكن على الاقل لديها شكل اجمل في كلتا الحالتين لن يؤثر وجود السيرانة على عالمنا بقدر كبير مثل تلك الوحوش البشعة العملاقة في النهاية كل ما يمكنها فعله هو اغواء الاشخاص بالقرب من جزيرتها لذلك يمكن بسهولة تحديدها كمنطقة محظورة على الخريطة حتى يراها الجميع وتم حل المشكلة لابد انك تنتظر بفارغ الصبر سماع قصة هذا الكائن الاسطوري اطمئن لم ننسى نيسي كما بدأنا من اسكوتلندا سنعود اليها مجددا لنختم الموضوع بهذا الوحش الكلاسيكي وحش بحيرة اللوخنيس بدأ كل شيء في العام 565 ميلادية عندما قيل ان وحشا عملاقا قد ظهر في بحيرة اللوخنيس في اسكوتلندا وهاجم مزارعا محليا وقد شهد مبشر ايرلندي يدعى القديسة كولومبا هذا الحادث وبينما كان الوحش على وشك ان يصرع ضحيته التالية اشار كولومبا بعلامة الصليب بيده اهمرا هذا الكائن بالتراجع وفقا للأسطورة توقف الوحش وكأنه ناكما يصحبه للخلف ثم سبح بعيدا وهناك رواية اخرى للأسطورة مفادها ان النيسي قد التعم هذا المبشر الكاثوليكي ولكن هكذا لن يكون هناك اي شهود وبالتالي لاندثرت تلك الرواية ظل هذا اللقاء الاول مجرد قصة على مدار عدة قرون حتى عام 1933 فهذا هو الوقت الذي بدأت فيه حوادث مشاهدة وحش بحيرة اللوخنيس تتكرر بوتيرة مرتفعة زعم زوجان انهما شاهدا حيوانا ضخما يسبح ويغوص على سطح البحيرة ومع ذلك اصبح النيسي عدو الشعب الاول ورصدت مكافآت ضخمة لمن يمسك بالوحش لم تستمر هذه الضجة طويلا وسرعان ما خفتت وتراجعت بشدة بحلول العام التالي ومع ذلك كان عام 1934 هو العام الذي اصبح فيه روبرت كينيس ويلسون طبيب امراض النساء من لندن اول شخص يلتقط صورة الوحش الشبيه بالديناصورات دون قصد في صورة التقطها للبحيرة نشرت الصورة في صحيفة ديلي ميل ولسنوات عديدة اعتبرت دليلا صحيحا على وجود نيسي ولكن منذ عام 1994 اتفق معظم الناس على انها مجرد خدعة وقد تم تأكيد هذا الشك في كتاب نشر عام 1999 بعنوان نيسي فضح صورة الطبيب حيث شرح المؤلفان الاس تير بويد وديفيد مارتن ان ما ظهر بالصورة هو ببساطة غواصة لعبة للاطفال كما تبين ان ما يطلق عليه اثار اقدام وحش بحيرة اللوخ نيس كانت مزيفة تماما هي الاخرى وحتى الان لا يوجد دليل حقيقي على وجود وحش بحيرة اللوخ نيس على الاطلاق لكن من يدري ربما ينتظر هذا الكائن الوقت المناسب للإعلان عن وجوده ربما حفلة موسيقية ندعو المطربة ليدي جاگا لإقامتها يمكنني ان تخيل هذا ثنائي الان نيسي و جاگا يغنيان سويا نغنية بوكر فيس والان حان دورك اخترى مخلوق نسطوري تريده واخبرنا في التعليقات ما العواقب التي تعتقد اننا سنواجهها اذا كان هذا المخلوق حقيقيا بالفعل كلما شاركت بالمزيد من النظريات كان ذلك افضل اذا استمتعت بهذا الفيديو اضغط على اعجبني وشاركه مع اصدقائك ولتستمتع اكثر على الجانب المشرك فقط اضغط على زر الاشتراك وانضم الينا الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة